فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولا يكره تماثيل غير ذو الروح لأنه لا يعبد لا يكره تماثيل يعني تصاوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والجبال والمباني والمصنوعات والآليات والبحار لا بأس بذلك لأن النهي إنما هو عن تصوير ذوات الأرواح ذوات الأرواح أما الأشياء التي ليس فيها روح فلا يمنع من تصويرها كما قال ابن عباس للذي كان يصنع الصور ونهاه عن ذلك قال إن كنت لابد فاعلا فاصور الشجر وما لا روح فيه أو ما هذا معناه من كلامه رضي الله عنه